عنوانه مواد خطيرة يجب تجنبها في منتجات الشعر والبشرة عند الأطفال وعند الكبار ده موضوع مهم جدا جدا وكنت نوهت في حلقة سابقة وقلت إن شاء الله أكلم حضراتكم في الموضوع ده تنوع المنتجات الخاصة بالشعر والبشرة بقى تنوع كبير جدا يعني الفترة الأخيرة بقى فيه أو مش الفترة الأخيرة السنوات الأخيرة يعني بقى فيه كم مهول من أنواع مستحضرات الشعر ومستحضرات البشر شامبوهات والكريمات ومستحضرات العناب الجلد أو العناب البشرة يعني بقى فيه تنوع كبير جدا جدا ومن فترة الأطفال دخلوا دايرة اهتمام الشركات اللي بتصنع المنتجات دي خلاص يعني كان زمان ما كانش فيه إلا شركة واحدة تقريبا هي اللي بتعمل الموضوع ده أو الخاصة بمنتجات الأطفال في المجال ده لا ابتدى يدخل بقى شركات منافسة كتير وابتدى يبقى فيه برضو تنوع في منتجات الأطفال الخاصة بالشعر والبشر وزي أي منتجات تجارية في منها منتجات محلية وفي منها منتجات مستوردة يعني بتتعمل في بلاد تانية وفي منتجات محلية بقت تتصدر لدول مختلفة وفي منتجات مستوردة بقت تصنع محليا بمواصفات قياسية في كل الأحوال لما نيجي نختار منتج لشعر أو بشرة أطفالنا أو لنا إحنا ككبار وأنا هنا بتكلم أكتر للسيدات والفتيات والبنات يعني فلازم يكون فيه معيار محدد بعيدا عن سعر هذا المنتج أو شكله أو رحته حلوة ولا لأ أو نوع الدعاية المستخدمة في الترويج للمنتج ده بمعنى إيه؟ ممكن يبقى فيه الاستعانة بنجمات وناس يعني زي ما بيقولوا كده تقيلة قوي في المجال بتاعه فإن الأيوم جايين بيعملوا إعلان ده فده مش ضمانة إن المنتج ده يبقى كويس يبقى المعيار ما يكونش سعره وما يكونش شكله وما يكونش رحته حلوة الله ده رحته جميلة أو وما يكونش نوع الدعاية المستخدمة في الترويج للمنتج ده أين كان بقى هي إيه؟ المعيار الوحيد اللي لازم يحكمنا في المجال ده هو الأمان والأمان ده وفي الموضوع ده الموضوع ده تحديدا اللي هو موضوع الشعر والبشرة مش في مدى توفر عناصر معينة في المنتج زي ما الناس تفتكر يعني فيه ناس يقولك أو منتجات يقولك غني بزيت الجرجير غني بزيت اللوز غني بزيت الأرجان وهكذا لا دي عناصر جودة أنا بقول لك دي عناصر جودة حاجة حلوة توفرها في المنتج بيدي له جودة لكن الأمان من الناحية الصحية والطبية حاجة تانية خالص بيتمثل في إيه بقى الأمان؟ بيتمثل في عدم وجود عناصر معينة يعني لازم المنتج اللي نستخدمه إحنا أو أطفالنا سواء للشعر أو للبشرة يكون خالي من مواد خطيرة وعلى فكرة في حال إن ده حصل هتلاقوا الشركات اللي بتصنع بقى المنتج ده بتفتخر بدا سوري يعني في الكلمة القاسق بتتفشخر بدا ليه؟ فعشان كده يعني هتلاقوهم يقولك خالي من كذا هتلاقوهم هم اللي بيعلنوا هم اللي كاتبين على العبوات عشان كده لازم نقرأ المكتوب كويس قوي على العبوات دي من بره لازم نقرأ كويس قوي ونتأكد من عدم وجود المواد الخطيرة اللي هحذركم منها دلوقتي بالمناسبة ممكن تكون المنتجات الخالية من كل المواد الخطيرة قليلة فعلا وممكن تكون غالية لكن على الأقل على الأقل لازم لما نختار منتج خاص بالشعر أو البشرة سواء لينا أو لأطفالنا نتأكد أنه خالي من أكبر عدد ممكن من المواد الخطيرة